تمكنت مجموعة من القوة الضاربة في شعبة المعلومات من دخول المبندال في سجن رومي في محاولة لإنهاء حال التمرد الذي بدأ بعد ظهر الجمعة بعدما قام موقفون إسلاميون باحتجاز عدد من العسكريين وأحراق الأمتعة وتحطيم كاميرات المراقبة وكل التجهيزات بالإضافة إلى خلعهم لأبواب الزنزانات كافة أعمال الشغب هذه اندلعت على خلفية مطالبة السجناء بتحسين أوضاعهم وتخفيف الاكتظاظ وتقديم بعض التسهيلات الأخرى لهم ما دفع بأهليهم وذويهم إلى الاعتصام في ترابلس مطالبين بمعاملتهم معاملة حسنة وزير الداخلية نهاد المشنوق وفي تغريدة له على تويتر أكد أن الوضع تحت السيطرة ولن يعود السجن إلى سابق عهده من الفوضى مهما كان الثمن وتأتي هذه الأحداث بعد أشهر من العملية النوعية التي قامت بها القوى الأمنية في رومي وبعد التمكن من إنهاء الوضع الشاذ في السجن